والحقيقة أنا مصدوم مصدوم مع احترامي الكامل للقامة والقيمة العلمية والروحية والدينية للدكتور الشيخ مبروك عطية لكن الحقيقة أنا مصدوم من اللي قاله مصدوم من اللي قاله وبرضو أنا أعتقد أن السوشيال ميديا وهوس الشوط السوشيال ميديا مش بس بيصيب الشباب لا ده بيصيب كمان ناس كبيرة دكتور مبروك عطية بيطلع في أحد البرامج وبيطلع بشكل دوري ولوه وجهته وخلص لكن كمان بقاله فترة بيعمل فيديوهات ساخنة فيديوهات ساخنة على مواقع التواصل الاجتماعي أخرهم الفيديو اللي عملوا ده مش في برنامج التلفزيون اللي بيطلع فيه على صفحته على السوشيال ميديا كان بيعلق فيه على الحدثة البشعة بتاعة نيرا فتاة جامعة المنصورة اللي لقت حدفها ربنا أرحمها فانا اتصدمت لقيته الأول بيقول الله يرحمها ويحسن إليها ويغفر لها تمام ثم بقى الصدمة جات من أنه هو دون أن يقصد كأنه بيبرر للقاتل فعلته دون أن يقصد عشان ما بقولش أنا بخشش في النوايا النوايا لا يعلمها إلا رب النوايا سبحانه وتعالى كأنه كأنه بيبرر للقاتل فعلته فأم يدخل قصة الحجاب في الموضوع بدون أي لازمة وبدون أي مناسبة وبدون أي سياق زمني ولا مكاني ولا سببي وأنا بقول المصطلحات أقول الدكتور مبروك لو سمعني حيفهمها طبعا بدون سياق زمني ولا مكاني ولا سببي أم يدخل قصة الحجاب وقال لو البنت كانت محجبة كانش حصل فيها كده ويا أيها البنات اتحجبوا علشان تحفظوا على نفسك وعلى أعراضك وعلى حياتك وعمركو ما يحصل لكوش زي ما حصل لنا يرى ما هذا يا دكتور مبروك إيه اللي قال عجب البحر إيه 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 سياق حد حيقول لي ما هو أي داعية من حقه إنه يدعو إلى الهداية والإسلام وإلى الحجاب طبعا بس السياق في إنه يقول كلام عام يطلع المنبر في الجامع أو يطلع في برنامج تلفزيوني بدون بدون الربط بحدثة معينة ويقول يا جماعة والله أنا أنصح الفتيات إنه هم يتحجبوا إنه هم يلتزموا زي ما يطلع يقول أنا بأنصح الناس إنها ما تشربش خمر عشان الخمر مسكر والخمر حرام ومش عم إيه أنا أنصح التجار بعدم الغش خلاص عدى العيب لكن الربط هنا وكأن عدم حجابنا يرى الله يرحمها هو واحد من الأسباب اللي قتت لقتلها وده طبعا خطأ وده طبعا خطأ والواقعة دي حتى مش وقعة التحرش يا دكتور مبروك رغم إنه برضو لبس أي فتاة ليس مبررا لتحرش أي ولد بيها عشان برضو الكرام يبقى مقفول يعني مش معنى إنه فيه لبس بنت لبسة لبس ساخن شوية أو عاري شوية أو صار شوية معنى كده إنه كانها دعوة للشباب لنتحرشه برضو ممنوع المتبرجة ولا الغير المتبرجة المحجبة غير المحجبة المنقبة غير المنقبة السيد تلبس اللي عايزة وحسابها عند الله الست المرأة البنت الفتاة ترتدي ما تريد وما تحب دون أي سلطان عليها لا سلطان عليها إلا لخالقها سبحانه وتعالى ربنا بقى لي حاسبنا يوم القيامة كل واحد عمل إيه لكن إحنا مش من حقينا نحاسب حد وبالتالي لبس المرأة أيا كان ليس مبررا أو حجة أو ذريعة لأي جريمة ترتكب ضدها بسبب لبسها قولا واحدا لكن حتى ديها دكتور مبروك مش قواقع التحرش ولا اقتصاب بواقع جريمة قتل بسبب محاولة الارتباط يعني هنا الفتنة والغريزة والإثارة مش موجودة فالليه الربط والحقيقة إنه البيان بتاع الدار الإفتاء كان بيان واضح إنه الدكتور مبروك عطية خانوا التعبير وخانوا التوفيق في الربط بين الأمرين وإنه مثل هذا الكلام يؤدي إلى فتنة يؤدي إلى فتنة لأن في حد من اللي بيحب جمهورة مبروك عطية وما أكثرهم طبعا ناس كتير بنحب الدكتور مبروك عطية وبتسمع كلامه وفي ناس بيعتبروا شيخهم اللي بيفتيهم وبيقولهم على قراءه في الدين ممكن يسمع الكلمتين دول فيقول الدكتور مبروك عطية قال إن أي واحدة مش محجبة خلال أي جريمة حلال فيها لا يا دكتور مبروك لا يا دكتور مبروك وأنا عرفت إن الدكتور مبروك عمل فيديو حاول فيه توضيح موقفه حاول فيه توضيح موقفه وقال في الفيديو إنه أنا ما أصدتش الربط ما أصدتش الربط رغم إنه الفيديو ما فيهوش غير الحاجتين دولي دول دكتور مبروك إنه الواقعة بتاعتنييرة ثم موضوع الحجاب يعني الناس غصبا عنها ربطت فأنا أتمنى على الشيخ الجليل الدكتور مبروك عطية له كل الإحترام والتقدير إنه يعمل فيديو تاني ده نصيحة أخي دكتور مبروك عطية يبقى فيه اعتذار واضح ومش عيب ده رأيي مش عيب أنا ياما غلط أنا ما بقولش ياما فهمت قطأ أنا ياما غلط وياما اعتذرت وأعتقد إن ده لا ينقص من قدري ولا يقلل مني بل بالعكس ده يخلي الناس تحترمني إن الواحد لما يغلط يعتذر جل من لا يخطئ وجل من لا يسهو سبحانه الذي لا يخطئ ولا يسهو ولا ينام فأنا رأيي يا دكتور مبروك عطية عشان تقطع الشك باليقين تعمل فيديو مش بقى بتحاول فيه تقول إن أنا كلامي فهم خطأ وفص الخطأ والربط جه بدون مجعب إيه تقول يا جماعة القياس والربط اللي أنا عملته في الفيديو ده كان خطأ مني وعدم توفيق وأنا بعتذر عنه للي أساء كلامي أو وصلته لسلتي غلط كلام واضح علشان سيبك من الملاحقات القضائية أو الدعاوة القضائية اللي عطراف عليك أنا مش بتكلم عشان دي أنا بتكلم عشان الناس عشان الجمهور العام اللي سمعك في بعض منهم فهم كلامك كده فعشان اللي فهمه كده أرجو أنت تطلع تقول له لا أنا غلط مش ده المقصد أنا لما حب أدعو الفتيات للحجاب حدعو الفتيات للحجاب بطريقة أخرى وفي سياق مختلف وفي وقت مختلف بعيدا عن الربط بواقعة معينة كلنا متضامنين مع البنت الله يرحمها ومع أهلها اللي مصابهم أليم وجليل طبعا دلوقتي فأنا أرجو للدكتور مبروك أنه يعتذر هذا الاعتدار الواضح الذي لا لابس فيه أعتقد هيهدي نفوس كثيرة جداً خصوصاً بقى طبعاً إن الدنيا قامت ولم تقعد منذ أن قام ببث هذا الفيديو دار الإفتاء طلعت البيانة اللي أنا قلتلكه دلوقتي على نصه أو محتوى تقريباً الأزهر كمان آي الكلام تقريباً شبه أو زي الكلام بتعضر الإفتاء بالزبط والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي قدمت بلاغ إلى سيادة النائب العام متهمة فيه الدكتور مبروك عطية بإحداث الفتنة والإسقاط على حقوق المرأة المصرية في حرية ملبسها ومسكنها ومأكلها ومشربها وحرياتها السياسية والاجتماعية والدينية اشتركوا في القناة